وفي السنة العاشرة ماتت زوجته خديجة ومات عمه أبو طالب بعدها بأيام في عام واحد حينئذ فقد النبي صلى الله عليه وسلم عمه الذي كان يحميه ويحوطه ويمنعه من أذى قومه وفقد زوجته التي كانت تؤيده وتساعده وتوسع عليه أمره فقد هذين الرجل والمرأة اشتدى الأمر به صلى الله عليه وسلم ومن معه وسمى هذا العام الذي مات فيه ماتت فيه خديجة وأبو طالب سماه عام الحزن لأن النبي صلى الله عليه وسلم حزن عليهما وفقدهما والمشركون تطاولوا عليه صلى الله عليه وسلم لأنه لم يبقى له من يحميه ترجمة نانسي قنقر